بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج قل هذه الكلمات الآن ليزيد الله سبحانه وتعالى من نعمتك ويغفر لك جميع ذنبك كما قال الإمام الصادق عليه السلام من قال هذه الكلمات محى الله سبحانه وتعالى ذنوبه وأتم عليه النعم وزادها عليه الكلمات ما هي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من وعد فوفى وتوعد فعفى صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واغفر لمن ظلم وأساء واعتدى ولا أهلك عفوا وأنت الرجاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك يمحو ذنوبك ويزيد عليك النعمة قلها لآن رجاء برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام